اللقاء الرابع قراءة من كتاب دراسات عن الإضاضية للدكتور عمرو خليفة النامي النفوسي مسألة الخروج إن العقيدة التي أدخلها نافع بن الأزرق هي أن الخروج أو الهجرة إلى معسكرهم أمر إلزامي وقد اعتبر بلاد خصومهم من المسلمين المخالفين دار حرب ونظر إلى أولئك الذين لا يقومون بأي عمل القعدة باعتبارهم مشركين على أساس الآية القرآنية وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وهذه العقيدة مناقضة للعقيدة التي قال بها المحكمة وهي إن معارضيهم من المسلمين هم محض كفار نعمة لا مشركون وإن إخوانهم المسلمين قادرون على الحياة بين خصومهم وسمحوا بالقعود إذ إن الخروج أو الهجرة أو الهجرة ليسا إلزاميين والواقع أن المحكمة الأولين كانوا واضحين كثيراً بشأن مسألة القعود باعتباره شرعياً بالنسبة لإخوانهم المسلمين حتى أنهم انتخبوا عبد الله بن وهب الراسبي إماماً وآثروه على معدان الأياد أو الأياد لأنه قال سلام على من بايع الله شارياً وليس على الحزب المقيم سلامه لقد تمسك الإباضية بعقيدة المحكمة الأوائل ورفضوا موقف نافع وقالوا إن كل من المجاهدين والقعدة هم مسلمون يخرج من خرج يخرج من يخرج ويتخلف من يتخلف فيتولى الخارج القاعد والقاعد الخارج على ذلك مضوا وانقرضوا رحمهم الله وغفر لهم وقد جرى التعبير عن هذه العقيدة في وقت لاحق بالقول التالي لا هجرة بعد الفتح وهو في الواقع قزء من حديث للرسول وقد ورد في جميع المعتقدات الإباضية للتعبير عن رأيهم بمسألة الهجرة أو الخروج المسألة الثانية هي موقفهم بالنسبة لخصومهم المسلمين المخالفين لقد اعتقد الأزارقة أن خصومهم المسلمين كفار ونظروا بالتالي إلى بلادهم باعتبارها دار حرب وآمنوا بشرعية قتل نسائهم قتل نسائهم وأولادهم أو بسبيهم وبالاستيلاء على ممتلكاتهم ومن ناحية أخرى فإنهم منعوا أتباعهم من أن يرثوا منهم ومن أن يتزوجوا من نسائهم كذلك رأوا شرعية الاحتفاظ بما أمنهم عليه من خالفهم من المسلمين وأن ينكروا عليهم حقهم فيه إن جميع هذه العقائد على عن علاقتهم بخصومهم المسلمين نظر إليها الإباضية كضلالات لأنها معارضة لأراء المسلمين مناقضة لسيرتهم ورفضت زعيمان الإباضيان جابر بن زيد وعبد الله بن إباض آراء الأزارقة وأنكراها كذلك اتخذاء الموقف نفسه من مجموعات أخرى من الخوارج كالصفرية والنجدات وغيرهما مع أن هذه المجموعة الأخيرة اختلفت عن الأزارقة حول بعض المسائل واعتبر الإباضية هذه العقائد الجديدة التي أدخلها نافع وخوارج آخرون بأنها بيدعون وانفصلوا عن حركاتهم ورفضوا آراءهم حتى أنهم خاضوا حروبا ضدهم وتعد سيرة سالم بن ذكوان من بين الوثائق الإباضية القديمة التي ناقشت مشكلة متطرفية الخوارج وآرائهم ولعله من المفيد أن ننقل هنا آراءه حول هذه المسألة لأنها تمثل الرأي المعاصل لعلامة إباضي بارز وتعكس الموقف الإباضي العام نحو الخوارج استهل سالم بن ذكوان سيرته سيرته بعرض مفصل لسير الإسلام من بداية الوحي حتى وقت قبول علي بن أبي طالب الخليفة الرابع بالتحكيم ثم رفضه المحكمة وراحوا يقيمون حكم الله على الأرض بطريقتهم الخاصة يضحون بأرواحهم في سبيل قضيتهم لقد قدم بن ذكوان العرض التالي عن المحكمة وخلفائهم ووصف سيرتهم كما يلي ثم تتابعت على ذلك خوارج المسلمين يحكمون الله وحده ويرضون سبيل من مضى قبلهم من المسلمين لا يقتلون ذرية قومهم ولا يستحلون فروج نسائهم ولا يستعرضونهم ولا يخمسون أموالهم ولا يقطعون غيرهم ولا يقطعون المراث منهم ويؤدون الأمانة إليهم وإلى غيرهم ويوفون بعهودهم ومن غيرهم ويأمن عندهم الكاف والمعتزن من قومهم من غير أن يكونوا يشكون في ضلالتهم ولا تخاذلهم بين الحق والباطل منزله وليس بعد الحق إلا الضلال ويصلون الرحم ويعرفون حق الجار والصاحب واليتيم وابن السبيل وما ملكت أيمانهم ويتولى ماضيهم وقاعدهم لماضيهم الفضيلة التي أعطاها الله يتحابون بحب الله ويتولى بعضهم بعضا ابتغاء مرضاة الله ويواسي غنيهم فقيرهم ويواسي غنيهم فقيرهم يذتغاء وجه الله والدار الآخرة إذا مضى الطائفة تركوا لمن خلفهم من أوليائهم على عدوهم الحجة الثابتة الحجة الثابتة عند ذوي العقول والعلم بأمر الله بعد ذلك راح ابن ذكوان يشرح موقف الأزارق كما يلي ثم خرج من بعدهم ابن الأزرق وأصحابه وأصحابه فمكثوا ما شاء الله يسيرون بسيرة من كان قبله من الخوارج ثم إنهم حرمهم شنآن قوم أن أنزلوهم بمنازل عبدة الأوثان فقطعوا الميراث منهم وحرموا مناكحتهم وقد ناكحهم من يتولون ووارثهم فإن يكون ذلك هدى وعمل به من يتولون فقد خالفوهم فيه ودانوا اليوم بالبراءة بمن عمل به وإن يكون ذلك ضلالة ضلوا بتوليهم من عمل به واستحلوا سبي قوم واستنكاح نسائهم وخمس أموالهم وخمس أموالهم وقتل دراريهم واستعراضهم ولم يكن من يتولون يستحلون شيء من ذلك من قومهم فإن يكون الذي عمل به من يتولون من قومهم هدى فقد خالفوهم عليه وأبوا أن يجيروا من استجارهم من قومهم حتى يسمع كلام الله وهم يشهدون أن لهم بمنازل عبدة الأوثان وقال الله لنبيه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنة وجعلوا لقوم محبة وأبوا أن يقبلوا ممن أتاهم إقامة الصلاة وإتاء الزكاة وإقرارهم بحكمهم وهم يزعمون أنهم حكم الله وبريء من كل أعرابي وإن كان يتولاهم ويسأل الله أن يرزقهم مثل الذي رزقه من جهاد أعدائه وقد قال الله من العراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وكفروا قعدتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وحرموا ولايتهم واستغفار لهم وقد علموا ذلك منهم فإن يكون ذلك هدى عمل به من يتولون فقد خالفوهم فيه وكفروا من يتولى اليوم عليه وإن يكون من يتولون تولى كافرا فقد كفروا وكفروا هم بولايتهم إياه على تولي الكفار فزعموا إنما يكفروا إنما يكفرون فيعذبهم بكفرهم إياهم دونهم وقد أمر الله أن يتوبوا وبعد ذلك يتابع ابن ذكوان مناقشة رأي الأزارقة بخصوص التقية كما يقول فقد مكث مؤمن آل فرعون ما شاء الله يمكث كاتما إيمانهم فلم يرده الله عليه بكتمانه إياه وقد قال الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فحرض الله المؤمنين في التقية وكيف يتق المؤمنين الكفار إلا بأن يظهروا لهم ما يحبون ويكتموهم دينه ويكتموهم دينهم مع أنهم إذا خرجوا الأزارقة كانوا أكتم ما كانوا قطل دينهم وذلك أن الرجل يأتيهم فيقول اعرضوا علي دينكم فيقولون لا إنا إذا فعلنا كنا من الكافرين ولكن أخبرنا أنت به فإن أخطأ في شيء مما في أنفسهم قتلوه وغيرها من المعاصي ليس كلها تحصى من استحلال أكل الأمانات التي أمر الله بالوفاء بها وأوفى بها المؤمنون ويشهدون أن النفاق قد رفع وأن أحدا لا يستطيع أن يكون منافقا ويشهدون أن الله يغفر للزان والسارق إذا كان فيهم نلتقي بمشيئة الله إلى اللقاء الخامس والله ولي التوفيق